السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد مبروك مدرس فيزيكس. النهاردة بجمع لكم بعض الاسئلة اللي ممكن تكونوا قفت مع طلبة كتير. بصراحة فعلا اسئلة فيها لغبطة شوية عند بعض الطلبة. وانا ركزت على اسئلة اللي فيها تفكير اكتر من الاسئلة اللي ممكن تبقى فيها حفظ كده وتعتمل على الحفظ. الفيديو ده موجه لفئتين. فئة منهج سنوية عامة. ثلاث سنوي فيزيكس. ومنهج مدارس سيستيم في الانفنتوري. مدارس سيستيم عندهم انفنتوري. فجزء منهم بيغضوا من منهج سماية عامة ده كجزء من شغله. فيارب الفيديو يكون مفيد ان شاء الله وتستفدوا منه. وهنبدأ على طول بعض الاسئلة. اسئلة دي جماعة اسئلة امتحانات. انا مجمع حالكم من الكتب المختلفة. وده الجزء الاول. هيا بلسه ان شاء الله فيه جزء تاني. وممكن يكون فيه جزء ثالث على حسب بقى الوقت ما يكفينا. نجمع فيها كل الاسئلة اللي بتوقف معاكم. وبرضو لو حد عايز يبعد اسئلة او حاجة يبعد لي على الواتس او يعمل لي كومنت في اليوتيوب او اي حاجة. نبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ شغلنا. اول صفحة عندنا. الصفحة اللي قدامكو دي يا شباب. فيها سؤال ممكن بعض الطالبات يعني تطلبت فيه وسؤال سهل. بيقول. عندي فلوسي V. ده قانون مباشرة يا جماعة برولي اكويجن بيقول لنا ان المومنتم. كده يبقى اعتمد على فكرة بتاعة المومنتم. المومنتم هيتفكي ماتبولاية الفيلوستي وده طبعا دي برولي اكويجن. ايكويجن. 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 بص كده على الاكويجن دي. الويفلن. سيعلقتها اي بالماث والفيلوستي. طبعا دين هما مع الاثنين الماث والفيلوستي. يبقى نختار الاختيار اللي بيؤكد مع الكلام ده. نشوف اللي ينفع. مكتوب عندك هنا مثلا بورشنا والماث والاكويجن. الاخرいう الاختيار هو اللي صح. السؤال اللي بعدي. السؤال بقى بتاع ล liCTA. Sylvie واللي بقى قصة لتالح الوقت تقلب الاسف اللي لالثة بالو coincgeschique. ان هو سؤال الان اغلاحات يبقى يا رادية في اللحظة دي امبير. هل الان في اللحظة دي. كده يبقى الانبير. رادي الفولتومتر ستكون كام؟ سهلاً سهلاً رادي الفولتومتر IR صح الفولتومتر equals IR بس أنا لا لديه إبس لا لديه إبس فتفكر كده معي لدينا شوية معلومات ممكن تجيب لنا قيمة الريزيستنس الريزيستنس باون سلوب بيقول إن الريزيستنس اللي خارجي من الباتاري عبارة عن VB total resistance إلي عندك بكام؟ هو إليك بوان؟ الريزيستنس 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 عبارة عن ما فيه كمان يعني ممكن نقول لهم رادي الفولتومتر اعمل كرسما تبليكات هيطلع لك الر equals 1 هيبقى 10A-4 وهيطلع ب6 Ohm يبقى ده الريزيستنس بس إلينا مش عايزين الريزيستنس احنا عايزين كمان نطلع على potential difference يعني equals 1 multiplied 6 equal 6 يعني السؤال مثلا تحت السيركت خلي بالك بتشتغل بالطريقة دي من غير العباطة هيطلع A6V السؤال اللي بعدين دلوقتي نحن نتكلم على increasing the diameter of metallic wire to double الريزيستنس سيحصل له قبل بس نقول السؤال ده فيه تلميحة مهمة لو قالك في السؤال ده resistivity resistivity doesn't change طالما الماتيريل ما تغيرش وبفكرك resistivity ما تغيرش إلا لو غيرت الماتيريل نفسه هنا انت غيرت مين غيرت الديامتر 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 بقى double يبقى ال radius بقى double كده ده معناه ان radius increases to double طيب انا زودت زودت ال radius double ده هيفرق معناه في ال radius ده هيفرق معناه في resistance مش انت عند حضارك resistance عبارة عن resistivity اللي هي سبتة دلوقتي Multiplied length over area الarea هتتغير فك معي الarea كده resistivity L والاريا دي by r square هذه ال r هنا زادت خلاص انا مش محتاج بقى اعمل steps كتيره ده لما زيد double double يبقى ده يقل لأكيد بس يقل لأ ادي ايه يقل بص يا جماعة بتكتبها ازاي لو انت بتطلبها الرودية مش هتتغير اكتب مكانها one وال length مش هتتغير اكتب مكانها one double by كونسط اكتب مكانها one يبقى اكتب مكان ال radius هنا ادي ايه قال لي ان هي هتبقى double اروح لك هتتب double بس ايه واعتنسى power two ايه واعتنسى يا جماعة power two هوضحها تاني هي هكتب كده power اللي هي double power two ايه واعتنسى ان فيه double power A power two ده ما نحسب ده هتلاقي في الاخر one over four يبقى قلة الربح يبقى الاجابة اللي الطالب مختارة هنا decrease two quarter صح ما عيش هنصور الحاجات ده من بعض الكتب الطلبة ما شاء الله عليه بده يتحل يعني وده حاجة كويسة فيبقى decrease two quarter ايجابة صحيحة من الخنون بتاع adjustivity على طول سؤال اللي بعده choose the correct answer جايب لي circuit ويقولك the ratio between reading of a meter A1 to reading of the meter A2 هتبقى كام بصراحة السؤال ده ممكن يلغبط جدا جدا بعد الطلبة يلغبط لغبطها رهيبة جدا لان هو بيلعب على اللعبة كده بتاعة ratio انت فاهمها ولا حافظها لان فيه طلب اول ما يكون بص كده يقول يا مستر بصت تفهى ده انا تفهى جدا ده ال current اللي هنا ال current اللي هنا هيتقسم وهيبقى ال current اللي هنا double وال current اللي هنا هتبقى 1 يعني ده لو كانت i ده هتبقى 2i هقوله جميل انت برافع عليك صحي كده هو مش عايز ال ratio من الاتنين دول ال ratio من الاتنين دول هتبقى 2 over 1 و 1 over 2 وهتلاقيهم موجودين في الاختيارات منورين المكان هنا وطبعا ده غلط هو عايز reading of a meter 1 to reading of a meter 2 يعني امتر 1 بالنسبة لأمتر 2 طب نشتغل عليها ازاي دي يا عم هو اللي احنا قلناه في الاول ده يحلل لنا السؤال مش هنا 2 a 2 i وهنا i يعني مجموحهم كم مجموحهم 3i يعني ال current اللي كان داخل هنا اصلا في السيركيت كان 3i اذا عايز ريشة بين مين بقى ومين محدد reading of a meter ده اللي هو 3 ampere أو 3i بالنسبة لمن ده اللي ماشي تحت اللي ماشي تحت اللي ماشي تحت كان هيبقى i يبقى الاجابة cancel i مع i يبقى 3 over 1 يبقى الاجابة اللي طالب نختارها هنا صح 3 over 1 للسبب ده طبعا انا متأكد ان سؤال ده لو جي في الاضحان عدا كيبر جدا من الطلبة هتختاره 1 over 2 من كتير جدا هتختار اول اختيار عشان هو فاكر الريشة بين resistance و resistance لا حدد مكان مكان ال ammeter هو اللي هيلعب اللعبة كلها شوف ال ammeter فين واشتغل ال ammeter هنا مع total current لكن ال ammeter هنا مش مع total current مع فرع من الفروع بعد ما يكون ايه اسمنا عليها يا رب يكون الكلام ده كده واضح ما فيوش ايه ما فيوش مشاكل بالنسبة لك اوكي نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده برضو electric circuit سؤال كويس يعني مصعب قوي بس ان شاء الله هتعرف توصله بيقولك في electric circuit هنعمل ايه في electric circuit دي هيعمل تحويله بدل ما كانت AC هيحولها ل DC فواحد من الطلبة اللي مش فهم اولا كمثلا هتفرق معايا ايه احي مالطر للكهرباء خلاص ال AC و DC the same لا مش the same احنا مش هيفرق معنا في حالة resistance بس ال resistance مش هيأثر بال AC او DC لكن ده لا طبعا في حالة ال AC هو عنده مين هو عنده XL والXL ده يعتبر resistance الهيوض equal to by F A 2 by F L عنده inductive reactance يعني ده هيزاود ال resistance لو احنا وصلنا الكلام بDC ال DC هنا مش هيعتبر ان ده اصلا ليه resistance خالص وهيتعامل مع مين مع ال R بس يبقى ال inductive reactance مش هيبقى ليها وجود في الحالة التانية طب هو عايز ايه بقى بالضبط عشان ما نطلقبطش في السؤال ده ويحصل اي مشكلة عايز الفرق بين ايه بقى effective value of electric current intensity in the first case يعني في حالة ال AC to the second case عايز ال current في حالة ال AC بالنسبة لل current في حالة ال DC طب ايه ايه احنا وصلنا على effective value في حالة ال current عموما طيب هو ده هيبقى مقلوب current و resistance يعني هكتب resistance او هكتب impedance في حالة ال DC بالنسبة لل impedance في حالة ال AC تفاهمين كده يا شباب ratio بتاعت ال current عكس ratio بتاعت ال impedance او resistance طب ال impedance في حالة ال DC هي R بس لكن حالة ال AC لا طبعا مش R ده انا هعمل square root R power 2 plus XL power 2 بتقول لي مستر ده مدنش ارقام انا هحسب ايه لا انت مش بتستغل بارقام دلوقتي انت بتشتغل بس بتشوف ال ratio اخبارها ايه مين اكتر ومين اقل طبعا باين ان الرقم التاحي ده كبير الرقم اللي فوق ده اقل اقل divided كبير يبقى ليس زان وان يبقى الاجابة بتاعتها تبقى بيه زي ما بطالب اختارها بالمنظر ده تاني جماعة هاكد على اي نقطة هنا مهمة جدا النقطة المهمة اللي حضرتك بس تستوعبها وما تنسهاش او تقلط فيها ابدا وان كانت نقطة هايفة بس هازم تعرفها كويس ان الفكرة بتاعت ايه بتاعت ال AC وال DC ال AC بيلعب دوله مهمة جدا في حالة ال coil ده او حالة حتى ال Capacitor لكن لما فيش Capacitor ولا في coil يبقى ال AC ساعتها سيبقى فيها لان شبه ال A شبه ال Direct Current وال 2 شبه بعض تبقى ده الإجابة بتاعتنا بالمنظر ده السؤال اللي بعدين هيبقى برضو من الأسئلة اللي فيها لغباتها شوية مش لغباتها شوية ده لغباتها قوي ده السؤال بقى ال A ده مستوى الوحش بص كده معي بيقولك The value of instantaneous induced EMF In the coil of the diome When the magnetic flux passing through The coil is maximum The magnetic flux maximum يعني phi is A is maximum واحد يقول لي يا مستر خلاص سهلة قوي ده لما phi maximum يبقى EMF maximum فهيختار أول اختيار للأسف أول اختيار غلط effective value غلط average value غلط مالقي يا مستر 0 0 اه الاجابة 0 مش فهم حاجة ازاي يعني الاجابة هتطلع 0 ما هو يا بطل للأسف يعني هي حتة كده في الماث فيها علاقة بالderivative بس انا مش هشرح الderivative اللي فيها عشان دي يعني مش هفهم علم علوم هفهم علم الرادة بالعافية طب ايه صح هاشتغالها ازاي بص كده معي انت عارف ان ال EMF جاي من فردي رول اصلا ليه negative N delta phi over delta t نفك بقى معي نفك يا معلي نفك مين يعني ولا فك على حاجة بص كده معي delta phi over delta t ده ده اسمه first derivative dmf وده عشان يتفك يتفك ازاي negative N delta b a sine theta عشان يفك صح بق over delta t انت عارف ان ال derivative بتاع السين بيبقى كوزين واحد يقول ايه مستر بتواتي فرم معي ايه لا 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 افهم بقى بتاع الناس بتاع الماس بقى ركزوا معي السين شغال كده ده اسمه sine graph بيبدأ من الزيرو لا ده كده sine ايه sine graph لو عالي اشتغل كوزين مش هيبقى بالمنظر ده هيبدأ العكس يعني اللحظة اللي يكون فيها sine zero الكوزين بيكون maximum يعني اصدك ايه مستر اصدني ان لما بيكون phi بزيرو الايه بيقى فتبقى maximum والعكس لما بيكون phi maximum لي ايه مفت بزيرو فعشان كده هو ماشين العكس بعض الحتة دي بصراحة مش موجودة في المنهج اوي في الكتاب ولا يركزين عليها باي طريقة بس هجت في الامتحانة اهو وعايز حد بقى ايه يتفازلك ويقعد يفكر في طريقة تانية ممكن تفهم بها السؤال بطريقة غير بقى موضوع الماثماتيكا ممكن تشتغالها ازاي حضرتك وهنا ساوث بول لو انا حطيت الكويل هنا برايل ويا رب ما حدش تلقبط فيها رسمتلك كويل برايل وقلتلك هو التورك دلوقت اخباره ايه في المنظر ده التورك او التاو equal maximum صح الناس اللي حافظها صح ما هي برايل الماثماتيكفلد كويس طب في الحلقة دي لو سألتك الدلتا 5 بكام هتقول لي كام زيرو اذا ليه الدلتا 5 بتعتمل على الاريا وانا ما عنديش اريا في الحلقة دي ده الماثماتيكفلد جاي من نورث بول الساوث بول ولا فيه اريا ولا فيه الماثماتيكفلد الماثماتيكفلد ماشي كده على طول مش لها اريا قدامه لان الثيكنس بتاع الكويل ده بنفترض انه كأنه ما فيه ثيكنس فالاريا بتاعته بزيرو فالدلتا 5 با هتلاقي الاريا بزيرو فالفي تبقى بزيرو والتورك او ماكسمم طب لو ده اصلا مش موتور لو ده دينامو فالحالة دي الماثماتيكفلد هتبقى ماكسمم بردو الله يبقى طلعت صحي الماثماتيكفلد لما دلتا فاي تبقى زيرو ده اللي ممكن تفهم به الطريقة بتاعت السؤال بعيش انا بسرع شوية عشان الفيديو ما يطولش قوي منينا ونرحق نحل كل الاسئلة السؤال اللي بعده سؤال بسيط بيقول لك ليه التورك بيحصل له change ليه بتغير طبعا change احسب البوزيشن بتاعت الكويل اذا كان بقى اذا كان بقى اذا كان بقى ماجنيتيك دايبول بصي باختصار هنا ازاي تكتب الاجابة دي والله انا عند التورك هنا equals ايه equals بيان سين ثيتا طيب هنا في ثيتا يبقى التورك بيعتمد عالبوزيشن بيعتمد عالانجل يبقى هقول له كده ايه بعد مكتب الاجابة دي because the torque or magnetic torque depends on the angle ممكن اكمل بقى زيادة الكلام اللي هو angle between the perpendicular on the coil and magnetic field طيب الماجنيتيك ما بيتغيرش ليه عشان magnetic dipole moment اصلا magnetic dipole moment ممكن نكتبه كده مين بقى لو فاكرين all a n ما فيه sin ثيتا هو اصلا بتحسب عن طريق الماكسمن value يبقى انا شغاله دايما لما الكويل في الحالة الماكسمن value بس يبقى هنا doesn't depend on the angle يبقى هنا اكتب كده في الاجابة بتاعتي it doesn't depends ما عليش بقى خطي من عيل كده on the angle دا المفروض الاجابة بتاعتنا باختصار من غير لف ودارة السؤال اللي بعد هو number 9 او السؤال اللي بعد سوري مش number 9 او ما فيهش number اقدام هنا السؤال هنا بيقولك the reach between associated wavelengths بسببها اول سؤال حلنا associated to wavelength يعني wavelength الملحقة بحركة object object بتحرك بطلع ال wavelength or the mass M and mass to M المازد هنا بقى double if the both or same velocity يبقى نكتب اقانون بتاعنا بنقول ايه؟ بنقول ان mv equals h over wavelength والفلوس في الحالة اللي سابتة بقت M وال wavelength inversely proportional يعني ممكن اكتب ازاي؟ اكتب wavelength 1 over wavelength 2 equals M2 over M1 على حسب اللي هو اللي في السؤال طيب اكمل بقى يا بطل يبقى wavelength 1 over wavelength 2 equals المازد في الحالة التانية كان اسمه 2M وفي الحالة الاولى كان اسمه M شيل دمعة ده يتفضل مين يتفضل 2 يبقى ده الاختيار بتاعنا سريعا كده سؤال اللي بعده برضو من الاسئلة بتعمل confusion ولقبطة كده وان شاء الله ما تكونش فيها لقبطة هو يقول لك اللي عندك هارة 4 عصمات دول عايز يعمل comparison كده سريعا ويعرف mean smallest value of resistance يبقى انا عندي smallest value of resistance احسب resistance لله 4 واشوف اقال ال resistance هتكون كام طيب كل واحدة منهم اسمها R طيب انا ابدأ بالسهل انا عندي ثلاثة دول series يبقى دول 3R ودول كمان series يبقى دول 3R يبقى كده شكلهم من الانتين دول A في البي باي باي مش اختار حاجة منهم انا عايز اقل حاجة ممكنة يبقى احطار بين A وبين A وبين B نبدأ باي ايه انت متأكد ان الاثنين التحت دول ليه بطل بص كده معي وفتكر موضوع ال point rule لو انا نقطة دي اسمها 1 عدد كده دي اسمها 2 هنا مفيش resistance تبقى دي اسمها 2 برضو يبقى هنا 1 و 2 نفس الارقام هي يبقى الاثنين دول ايه دا يطلعه كم اطلعه half R half R و R عشان دي هتبقى series خلي بالك دي هتبقى دي اللي نعم لها سيركل كده باللون الاحمر ولا اي لون ده بروطاني الار هتبقى series مع البقيين ما دول half R و R يبقى one and half R يعني three over two R اللي بدول مجموحهم three over two R طبعا دي اقل من الاثنين دول طب اختارها لا شوف دي الاول الاثنين دول series اطلع لك اتنين R محتاجة حسيفها فممكن اقول كده two R multiplied R two R plus R يعني three a three R عشان دي مع دي هيطلع لك ايه بطل هيطلع لك two over three دي هتطلع two over three R بص كده قارن فعلا هي دي اقل واحدة فيهم two over three لكن هنا three over two زي ما انتش هايف كده اقل واحدة فيهم pidockى الاختيار b آآ السؤال اللي بعده آآ من الاسئلة يعني اللي فيها ايه فيها فكرة وطويلة للغاية وبصراحة يعني محتاجة تفاصيل كتيرة شوية بس يعني عالمين احنا نشتغلها بالراحة ولا يهمنا ما تتخضش من اي سؤال قعد حله بالراحة. انت عندك الوقت الامتحان طويلة على فكرة. الامتحان تلات ساعات وانت لو مذاكر كويس هتحله ساعتين هتقعد ساعة بقت برطة على الوقت تنام في الامتحان. فتسامي اللي كده. لانت حان ثلاث ساعات ساعة عامة لكن نستمع عندهم قال. آآ جايب لي رسمة كده في سيركيت وبيقول لي لو انا قفلت السيركيت دي سويتش اللي هو كده. يا طرق ريدينج وفاميتر يحصل له ايه وفولت ميتر يحصل له ايه. فعايزين نفهم السؤال ده يتحل ازاي. طيب ابدأ ازاي. بص عندك فرست كيس وساكند كيس. عندك حالتين. فانا هعمل فاصل كده. ماشي? واشتغل هنا فرست كيس وهنا ساكند كيس. ونقارن بقى. الفرست كيس اول حاجة هحسبه هحسب مين? انا محتاج احسب الاتنين. احسب الكارنت. الكارنت هتحسب ازاي? الكارنت اجامعه في بي. اوبر ار توتال. بلاس انترنال ايه انترنال رزيستانس. طب ال في بي هنا وكان بولف. الار توتال بص معي. اللي في النص ده مش موجود. اللي في النص ده كأنه مش موجود دلوقتي. مش نغالها على سيكس. وثري يعني نين. دول سيريس كونيكشن. وثو كمان يعني اليفن. والانترنال رزيستانس يعني تولف. يبقى تولف. يبقى ايكول ون. سيركل حواليها يبقى الكارنت ون. نشوف كده الكرن ده هو اللي رايح الهنية يمكنه يبقى ون يبقى الكرن في الاول كان ون بتاع في الاول كانت ون تب الفولت ميتر والله يطافها ما الفولتومتر بقى عن اي ار والاي بوان يبقى دينة ثري اي ثري فولت راح عام برواس كده حواليها يبقى الكرن كانت ون امبير والبوتنشال ديفرنس او رينج او فولتومتر كانت ثري فولت ده الفريست كيس طبعا في طلبة كتير جدا ممكن تعمل وتتوقعها بس يعني وجود الانترنة ممكن نعمل لغباطة لبعد الطلبة يعني اشتغلها كده احسن ورايح نفسه طيب الساكند كيس بقى نشتغلها نعمل فيها ايه الساكند كيس هنجيب برضو الكرنت نفس الطبيعة بس الاول اجيب ليه الارتوتل بقى عشان عني اتنين دول برايل اتنين دول برايل مجموحهم طبعا الوقت هبدأ ايه اظهر بقى ريزيسان دي دي ظهرت معايا في السكة اوصلها كده وادي لها ايه وادي احترامها برضو عشان ما يصحش دي جاء بقى ايه بقى ريزيسان سيكس وثري مجموحهم كام بثو طيب ده دول بقى امتو خلي بالك يعني توتا ريزيسان سألت يعني الكرنت اللي هيخرج من الباتري هيكون اعلى بس الله اعلم لما يوصل هنا هيفضل اعلى ولا لا يبقى اول حاجة تحصل الارتوتل الارتوتل زي ما انت شايف تو وثري هيبقى فايف سيكس سيفن سيفن ايه هيبقى سيفن اوم طيب انا عايز الاي الاي كالعادة نفس القانون اللي يفد ده اه اه تولف دبايد ارتوتل اللي هو سيفن بلاس مين بلاس ايت يطلع وان بوينت فايف امبير حاسب وفارمل يعني انت اوعد تستعجل ايه ده الكرنت تلعت وان وكانت وان وبقى ات وان بوينت فايف فانا اختار ان الكرنت انكريز غلط الكرنت هنا انهي كرنت ويقول لك الاميتر ريدين مش الكرنت اللي طلع من الباتري فلو سمحت ما تطلع بطش يعني الكرنت اللي خارج اللي دخل عند النقطة دي كانت وان بوينت فايف لسه هتتقل يبقى اول حاجة ان الاميتر ريدين هيحصله دكريز يعني اختار واحدة من الاتنين دول يعني اما دي اما دي دول خلاص مستحيل يحصله اذا هتقل ازاي يا مستر انت عندك وان بوينت فايف هتتقسم هنا وهنا هيتقسم هنا خلي باقي 6 اوم هتاخد الكرنت الاكبر هتاخد من الوينت فايف دي هتاخد النسبة بتاعتها على حسب التصميم او الحسبة بتاعتك هنحسابها دلوقتي وهنشوفها تطلع كام بايه بالزبط عشان عشان ما يتلقبطش فيها او يحصل فيها اي اي مشكلة يبقى خلي بالك اول حاجة لازم تعرفها في السؤال ده ان ان الايه ان الالكتري كارنت انتنسي هيحصل لها دي كريز الوين بوينت فايف امبير واحدة هتاخد هاف واحدة هتاخد ايه واحدة هتاخد ايه واحدة هتاخد ايه واحدة العك سوف يقوم بتاع كام ب結 Здесь هيطلع ده 4.5 يبقى post oc 값 mission difference كانت 3 بقت 4.5 يبقى prevention difference زادت من 3.5 سوف تزادت يعني increase يا بقي الاي. بتاعتها يبقى ايه تبقى بى وخلاص اقانسل ايه في الاختيارات. يبقى المفرور espí zrtó ley이야ari اه واضحة وما فيه مشكلة برضو لو فيه مشكلة اكتب لي كومنت وانا ازبط لك ادني ادني اكتر ما عليش انا بسهر لح شوية يا شباب عشان احل لك اكتر قدر ممكن خاصة ايه مش عايز الفيديو يبقى طويل او يبقى ممل قوي زيادة عن اللزم السؤال اللي بعدين هو طالب حاجتين جايب لك يعني انكم تدخيل كده مع الرسمة دي لو ده نوثبول وده ساوثبول وعندي الكويل اللي هيلف شكله بالمنظر ده اللينث دي بكام بزيرو بوينت ثري والويتس بزيرو بوينت فور زيرو بوينت تو خلا بلك ده لما هيلف هيلف كأنه ايه هيلف دي كأنها سيركل قالي. فالويتس البتاعتي للهاشتائج عليها هيبقى ذا zero point one و zero point one يبقى ردياس بالرسمة هنا zero point one عشان هوا قالي ان الويتس بتاعته 0 point two طب يا مستر اللي انت هيعمل بها ايه? لحد الوقت مالاش لازمة لذ佇計ى. الده الفيلوس بتاعتي equal frontier by متر بهسس律 عايز يحسب الانجل الر futuro. حاضر حيثيkkity hey equals mean V over A يعني اكتب الارقام بقى. هيطلع معك 100 باي. ممكن تحولها لدي السمع او خلالها زي ما هي. ما تنساش اليونت راد برساكت. كده خلصنا اول ايه حاجة مطلوبة. طب دي كانت اول حاجة مطلوبة. تاني حاجة مطلوبة هو عايز عايز يدحق عليك ده فريقونس يا شباب. تجيبه منين. من الاميجا برضو. يبقى الفريقونس بتاعتنا. يعني يعني سؤال قوي جدا جدا جدا. من اقوى الاسئلة اللي موجودة النهاردة. بصراحة يعني عايز ايه تركيز رهيب. طيب هو السؤال بيتكلم عن ايه? بص كده معي فاهمك اللي مكتوب كده صريعا عشان نوفر وقت في الحل. المفوض انت عندك ايه? انت عندك بتاعت الوير لفوق كده. والكرم بتاعت السيركل وهو عايز ايه بقى بيقول لك? بيقول لك يا ترى. عشان يتكون في الاتجاه ده. اللي هو رسمه ده. ده رسم انتجاهه. عشان يتكون ده انديوزد كارنت. يبقى ده مش كارنت عادي ده انديوزد كارنت. يعني مش بتوصل لباترة بالحاجة. ده انديوزد. عشان الكارنت يبقى انديوزد في الاتجاه ده. لازم الكويل او الرنج دي تتحرك في انهيه اتجاه. طبعا ايه ده? ايه السؤال ده يا مسر? تتحرك ازاي يعني ايه اللغبطة دي? بص كده معي. السؤال ده. عشان تتخيله صح? هقول لك على سؤال تاني خالص. سؤال شبه هو كده جيه في الامتحانات قبل كده. مرة رسم احد الرسمية راح رسم الرسمة لي. خالب لك السؤال ده مهم لان هقوله ده مهم جدا. ده كارت. وقال له ده ريكتانجولر كويل. ما فيش مشاكل. قال له طبعا بتاعة الكويل بتاعة الكويل ده. لو حصل ان ريكتانجولر كويل اتحرك في الاتجاه ده. ده الموفمينت. ده الموفينج بتاعنا. هنا في ينشأ. طب ان شاء الله مصر ده عرفها ازاي ده. بص يا باطل. انت عندك ده كارنت انت بتأكد منه. هيطلع مجيتك فلاكس. مجيتك فلاكس في الجنب ده هيكون ايه? هيكون ان ورد عن طريق امبير رايت هاند رول وهنا اوت ورد. بس خالبك الان ورد وكل ما تبعد بتقل. كل ما تبعد بتقل. يعني حتى مسافات بينها تقعد تزيج. هيتقعد مسافات تزيج يعني في قيمة بتاعتها بتقل. ليه? ليه بتقل? لان انت عارف ان الاي اساسا. او المجيتك فلاكس دينيس اسطم في اسطح تقع سريت واير. ابرعه عن ايه? ابرعه عن ميو اي. اوبر تو باي دي. فالديسنس لما بتزيد المجيتك فلاكس دينيس بتقل. مش دي مشكلتنا. مشكلتنا ان السلك الريكتانجولار كويلد لما هيقرب هيعاني ان المجيتك فلاكس دينيس اللي عليه اللي بتأثر فيه بتزيد. فعلى حسب لينس رول هو يحاول يقلل ها. يقلل المجيتك فلاكس دينيس اللي بتزيد عنده. يقلل ها ازاي؟ هيعمل مجيتك فلاكس دينيس هنا هنا في الوسط이었ر. مش المجيتك فلاكس دينيس هنا في الحالة دي كانت انورد يخليها اوت وارد. عشان تبقى اوت وارد ثابها انت عامل ايدهك اليمين بقى امبر رائت هاند رول. يعني تلاقي بتحرك في الاتجاه ده. يبقى في الحالة دي بنسميها ايه? بنسميها انت كلو كويز. عشان ايه? عشان يعمل لما نجدك فلاكس دي نسي ان دا اوت وورد عشان يبقى العكس. اه انت كلوكوائز. ده السؤال ده لو فهمته بأنت تفهم ده على طول. عايز اعرف ده يا ترى في الحالة دي بيقرب ولا بيبعد. دس هو ما فيش احتمال لو اب وورد وداون وورد ما فيش احتمالات اب وورد وداون وورد. يبقى اول اختيار دي غلط ما تنفعش اصلا اختارها. تاني اختيار اللي هي بوتوم ودابيج ما ينفعش اختارها. هو اما هيقرب اما هيبعد. ده بس اللي بيعمل كاد لما نج تباير. لان انت لو حررت كل ده الفوق وتحت انت كده بتتقصر على نفس المجنيتك فلد ما بيتزدش ولا بتقل. لكن لما تقرب او تبعي لهو ده بس اللي بيزود او يقلل. طب الحل ايه? والله الحل هنشوف المجنيتك فلاكس اخبارها ايه? الجنب ده هتبقى المفروض اين وورد ماشي? والجنب ده المفروض ايه اوت وورد يعني دوتس بالشكل ده. طيب انت عايز تخلي الكارنت يكون في الاتجاه بتاع اه ويس بلو كويس. يبقى لازم المجنيتك فلاكس د او حاجة تانية لازم يكون بيحاول يزود المجنيتك فلاكس ديانستي. يحاول يزودها ليه? عشان يطلع كارنت اند اوبزيت دايريكشن. خلي بالك. هقول تاني. السلك ده يا شباب السلك ده ميطلع كارنت ابورد. الكارنت بتاعت الفوق عشان لو مش باينة بس عندك اكبرها كده شوية. اهي. يبقى جامد ده ان وورد وجامد ده اوت وورد اوت 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 اوت. طب هو عايز ايه? هو عايز يعرف سلك ده يتحرك يمين ولا شمال? بحيس الكارنت تنشأ بالشكل ده. طب لو كارنت لما تنشأ بالشكل ده هيكون الموضوع هنا ايه? هي موضوع ده ان وورد صح? ان وورد مع ان وورد. يبقى يحصل ازاي? لما يكون المجنيتك فلاكس ديانستي الأصلية بتقل. وده عمر ما يحصل الا لو لو الكويل دي بتبعد عن السلك. بتبعد يعني ايه? تتحرك للشمال. فالاختيار الصحيح هيبقى اخر اختيار هو ده الاختيار السليم هيبقى ليتر دي. يارب يكون فهمناها وفهمنا السؤال تحتها كمان اللي انا شرحته. السؤال ده اتكرر شبه كتير ويبدو ان احنا ايه? لأسئلة بدأت ايه? افكارها تبقى الى حد ما متكررها بس ما كان بقى الاميتر مختلف والفولتوميتر هنا شوية حاجات مختلفة. بيقولك ايه السؤال هنا? بيقولك في الرسمة قدامك دي سويتش كي ده ما يتقفل. عايز يعرف ريدن بتاعت الاميتر والفولتوميتر يحصل له ايه? في كل حالة. هو هنا برضه انا حيلاه بالتفصيل يا جماعة. فرست كيس وسكند كيس. معلش عشان برضه ما استفهم. انا عارف انه ممكن تتحالي كده بالفكا يعني بس يعني ايه? في طالبة ممكن تطلعي بعض فيها. فنا بشرح عشان كله يفهم. فرست كيس معناها ايه? كل ده مش شغال معنا. يعني ده باي 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 باي. كل ده مش موجود معنا. موجود معنا الحتة دي بس. فيبقى الكرانت عندك. اللي هي 7 فولت. ما فيش الواحدة بس. اللي هي 3.5. يعني 3.5. يطلع 2 امبير. ده الكرانت في الاصل كان 2 امبير. ده ريدنجوف اميتر. هتبقى ايكولز. يعني هتبقى ايكولز اي ار. يعني هتبقى ايكولز ا اللي هي 2 والار اللي هي كام. اللي هي 3.2 ما تبقى ايه? الفرست كيس. يعني عود نفسك. تعمل فرست كيس وساكند كيس. اضمن لك في الامتحان. لان وجود الانترنة رزيستنس هنا. موضوع بقى انك تعملها بالرشي والكلام ده. هيبقى ايه? ممكن تغلط فيه وتبقى مشكلة. معنا ميزاتين ما ما تخدش وقت زي انتش شايف كده. طيب الساكند كيس. الساكند كيس. اكتب بس كلمة الساكند كيس عشان الناس تبقى. اه لو انا في حالة ساكند كيس. نشوف بقى هيحصل ايه? الكرنت في الاصل هتبقى ساكند كيس بقى. معناها هنوصل مفتاح ده. يبقى كل حاجة يا بطل شغالة ايه? شغالة معاي زي الفل. وقفل بقى. بقى عندي ثري وثري يعني ايه? يعني ايه? يعني وان اند هاف. وان اند هاف. وهاف يعني كلهم كام? يعني كلهم بقى اومتو بس. يعني يطلع كام هنا? يطلع ثري بوينت وفايف امبير. يبقى الكرنت الخارجة مبتر ثري بوينت فايف امبيرو هي نفس الكرنت بتاعت الريدنج اف اميتر. بدل ما كانت تو بقى ثري بوينت فايف. يبقى الريدنج هيزيد. دور كده. فين هيزيد. ينهارا بيدو كلهم تقريبا مع ده واحدة. يبقى انا هاستبعد دي بس. استبعد دي من الاجابات. ودور بقى ايه? ودور عايي فولت ميتر ريدنج. رب الناس سميح. الفولت ميتر ريدنج ده مش بيقرى كله. ده بيقرى بس يطلع ثري ايه? ال� ثري اللي موجودة هنا. طيب مش احنا اتفقنا ان الكرنت في الحالة التانية هتبقى ثري بوينت فايف. اه تمام. خلاص. يبقى اكيد الكرنت هنا هتتقسم. يعني هتقسم بالتساوي الكرنت اللي هنا. تبقى نص الكرنت اللي هنا. يعني الكرنت دي هتبقى ثري بوينت فايف ديفايد تو. ودي برضو ثري بوينت فايف ديفايد تو. يعني متنشط ديفرنس هتبقى ايه? هتبقى ايه? بس ايه جديدة قلنا. تبقى ثري بوينت فايف اوبر تو عشان اقسمتها عشان هو عايز اللي في الجنب. احسف داع الكالكويتر يطلع لك ايه ده ده الرقم حصل له ايه? بدل ما كان بقى يعني ايه يا شباب? يعني حصل له ويه? وبدأ يقل كده بالمنظر اللي انت شايفه قدامك. يبقى الاجابة الصحيحة ان دور على ايوا يبقى الاجابة هتبقى دي الاجابة بتاعتنا صح لكن طبعا دي اجابة ضغلت كل دي كانت اجابة والاجابة بتاعت السؤال ده هتبقى سي. ماشي? سؤال اللي بعده. سؤال اللي بعده سؤال اللي يعتبر تافي. بس يعني ايه برضو فيه لهبطة عند بعض الطلبة مش بتصدقيني الاجابة يطلع كده ليه? بقولك انهن في الاسلاك اللي انت رسيطة الرسامة دي او شايفها قدامك. مين في دول يعتبر بالنسبة لك ايه? ثيكر وان. ثيكر وان يعني ايه اتني ادخن. اني واحدة هتبقى ادخن من التانية. طب دي ان شاء الله جيبها منين. بص معي كل حاجة ان شاء الله لها حل. من جيبها من السلوب بتاع الجراف. بصي جانا لازم تبقى عارف ان السلوب بتاع الجراف اكس اكبر من السلوب بتاع الجراف. ايه ده ومين قال لي? واي يا جماعة السلوب بيبدأ من هنا. ده كده السلوب ده equal zero. بقى يقعد يزيد على حسب الانجل. السلوب هنا لها قيمة معينة. هنا زادت. كل ما الانجل تزيد مع الانجل يبقى دلوقتي ايه السلوب بتاعت اكس اكبر من واي? طالب السلوب اللي حالها ديني هي اصلا قيمتها مين? ناخدهم كده على جانب نشوف ايه موضوع السلوب ده. المفروض اللي السلوب بتاعنا عشان كلهم قد ايه من zero point عبارة عن ايه? عبارة عن R over L. طيب الريزيستنس اساسا عبارة عن ايه? الريزيستنس نفسه. لو انا عشي لها. عبارة عن رو L over A وكل ده L. فالL دي هتتكانسل مع الL دي. فاهمين يعني الاسلوب في الاخر هتبقى عبارة عن رو divided area. طيب الروح هنا ايه? مختلفة او متساوية? والله هو قالي في سؤال سيم ماتيريال. سيم ماتيريال? يعني كل الروهات شبه بعض. يبقى الاسلوب عبارة عن ايه? بص كده معي هيكتبها لك ازاي? رو لأكس. اوبر اريا بتاعت اكس. اه وده هيبقى رو بتاعت واي. بالنسبة للاريا بتاعت ايه وال. تما انت عارف يا بطل ان رو بتاعت اكس. اكوالس رو بتاعت واي. عشان ما لننسي الماتيريال. ايش اللي دي معا دي? يبقى one over x one over A بتاعت الاكس. greater than one over area بتاعت وال. لسه مخلصتش. الحتة بقى اللي جاية دي هي اللي حصل فيها بطل. انا عايز اقلب الارقام دي. لما تقلب حضرت مفروض تكون عارف في الماس ان الاي تاعت اكس هتبقى هروح انا عاكس ده بدل ما هو greater than هيبقى smaller than. ده بتاعت ايه? بتاعت الواي. قلبتها لي عشان انت عملت مطلب دي كده للفركشن. يبقى تعمل برضو عكس greater than تخلىها smaller than. يعني انا اكبر في الاخر الواي هتبقى اكبر. يبقى تقول له ايه? وير. واي. طيب واي. احنا شرحنا بقى الكلام ده. ماشي? اه سؤال بعد انا بس لها سؤالين بس يا جماعة ما تخلص. اه زحقتوكم معلش معايا. السؤال ده جايب لي كويل وجايب لي resistance. وايه سيركيت? مفيش مشاكل. عايز ايه الراجل ده. بيقول لك بقى يا بطل ايه? جبنا كباستور معرفش ليه عمله كده ربنا نسمحه. جبنا كباستور ويحنا دخليه في السيركيت. ماشي اوكي. هده هيفرق معنا في حاجة. قالك لاحظنا بقى ان الهوت وير اميتر دوزن تتشينج. والهوت وير اميتر ده بيقرأي ان شاء الله بيقرأ كرت. الكران زا سيم. وطالما الكران زا سيم يعني الانبيدنس زا سيم. اللي هو توتر زيسن زا سيم. طب ازاي ان شاء الله ادخل كاباستور. وكمان يفضل الكران زا سيم. هو بالقانون بتاعنا المفروض الزد في الحالة الاولى كان equal square root ل R power 2 plus XL power 2. وشكرا. الزد في الحالة التانية ندخل minus square root ل R power 2. وهي نفس ال R. plus XL minus XC all power 2. هو قال لي ان الكران زا سيم. يبقى زد وان equals Z2. اذا يعني اللي تنظل هيكونه equals. ها هيكونه equals. يعني ده اكوشن نمبر وان واكوشن نمبر تو هيكون equals. one equals two. طب بص كده معي عشان نلخص القصة. هنشيلي square root مع square root. وال R power 2 مع R power 2. يتفضل مين? يتفضل XL power 2 equals XL minus XC all power 2. برضو ها cancel power 2 مع power 2. كأنك جبت square root. انت عايز سوى صلي مين? عايز اعرف XC اخبارها ايه? خلاص بسيطة. ودي XL الناحية التانية هيبقى 2 XL equals XC. يبقى XC ها بطل. طبعا خلي بالك انا ايه انا ارتبت يعني وديت XC هنا. وديت XC هنا بالبصف والXL اللي هنا كمان بقيت باليه negative negative بقيت بصف. مش عارف بقى فهمتو هلا. خلاص يبقى انت بتساوي القيمة دي مع القيمة دي. لما تساوي القيمة دي مع القيمة دي بقى XC لازم تبقى double XL. خلاص يبقى الاجابة هنا تبقى ايه? تبقى twice. طيب. في حاجة كمان اللوجيك يعني سؤال دا ممكن يتحل اللوجيك من غير قوانين خالص. ازاي? ازاي القيمة دي? تساوي القيمة دي. ازاي نعمل رقم مينس رقم يطلع نفس الرقم. ها قولك انا ازاي? لما قولك مثلا 10. مينس 5. تبقى دي القيمة الاصلية. كتا 5. حطت فيها double. حطت قد قبلها double. وحطت minus. فالdouble مع المينس يديك نفس القيمة ده المقصود بها. يعني ممكن القيمة خالصة 5. ولقيمة خالصة 5. حطت XC هنا. فيبقى 10 مينس 5. انا عارف انفيها negative. بس negative في الكنس بسبب الpower 2. فالnegative مالهوش اي لازمة في الحياة دلوقتي. مفهوم كده يا شباب. دي طريقة ممكن تحلي بال ايه السؤال. وهي طريقة طبعا ايه سهلة بسطة. واشن على بعد. ده ايش السؤال بنحله النهاردة. لا ده السؤال قبل اخير بس. كلامنا يكون ضخيف يعني. السؤال ده بيقول لك انت عندك البوينت اكس دي ده هنا الكارنت 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 اي وان و اي تو نوت اي كول. يعني حاجة مختلفة عن بعضها وديفرنت اي نومبرز. يعني الوقت ايه غيرنا اتجاه ايه الكارنت. عايز يعرف في حصل ايه المغنيتك فلاكس دينستي لو غيرنا اتجاه واحد من الاثنين. والله احنا مغنيتك فلاكس دينستي في الوضع اللي احنا قدامنا ده. المكان ده احنا قبل كده بيكون هنا in out وهنا in out. في الحالة اولا كان negative وهنا positive وهنا positive. الحالة التانية لو معكس هيكون positive فكده هيزيد. يبقى يقول له كده في الاجابة دي. مغنيتك فلاكس دينستي اللي ايه بي will increase. طب هو انا اشرح لا ما قاليش. انا اقول له بس يفهمتها كده اعطوا increase. طب بيقول لي. المغنيتك فلاكس من الفرس. ميوتشال فورس يعني الفرس المتبادلة بين الاثنين. تعالى عاما فورس. رأيب قيمتك ايه ؟ انا قيمتي اساسا ميو. المفروض ai1 و i2. المفروض l. المفروض l. المفروض l. common length. وليس ستتغير لو غيرت الوضع الآخر معنا سؤالين دول وخلصنا روح السؤال الأولاني قوي جدا السؤال الثاني ده تافي قوي السؤال الأولاني بيقول لك هنا ده والكرند هنا اي بس كده كده بتعمل هنا بقى هنا بلاس وهنا مينس وهنا بلاس للتوتال مانجيتك فلاكس دينيسي في كل واحدة طيب هو عايز يبقى مانجيتك فلاكس دينيسي في وينت اكس لما نقود زد ونسحبه بعيد عن وي تعال يا عم زد انت فين اهو تخليك بلون الله اخدر طيب تعال يا عم زد ايه بعيد عن وي هيحصل ايه بقى التوتال مانجيتك فلاكس دينيسي هنا هتقول لي مش عارف مش باين اصلا يعني المفوض يحصل ايه مش انت لما تبعد كده مانجيتك فلاكس دينيسي يحصل الله دي كريز اقول له اه طيب تاب والحل لأ والله الحل بقى اركز كده معي وان شاء الله هتعرف ايه هتعرف تيستعب secondary دلوقتي اول اول حاجة يحصل لك تستوعبها معي هو المفروض احنا عندنا اه ثبانيا المفروض عند 2 I يعني ماج копية هنا عاليا جدا عند النقطة دي انا بحسبها ايه بحسبها بي تو مينس بي وان دا التوتال يعني البي توتال كده انا بحسبها ازاي عمد نقطة دي بي تو مينس بي وان استعجلش بقى عشان ايه ما تتلقبطش في الحتة دي هو دلوقتي انت لما تبعد السلكل اللي هو اي وان ده او الاي صغيرة لتعزد ده لما تبعده كده معناه ايه معناه ان البي وان هي اللي هتقل الرقم ده كده على بعضه هيحصل له دي كريز ايه ده تقل حاجة بالنيجيتف يبقى البي توتال يزيد صبعا خير ازاي دي يا مستر قصك انا معي لو ان خليك تن مينس سيفن هتقول لي ايقوال ثري طب تن زي ما هي بس بدل ما هي كانت سيفن قللتها خليتها تن مينس فايف هلا يطلع ثري لأ يبقى نا دلوقتي لاحظ انا بعمل ايه دي هتبقى ايه تن مينس فايف يطلع فايف يبقى انت زودت القيم بدل ما كانت ثري بقت فايف الحركة دي هي نفس المبيضة دلوقتي البي توتال ايقوال بي تو مينس بي وان لما تقلل المينس يبقى انت بتزود ال ايه البي توتال يبقى الايجابة بتعني التوتال مينس دينيسي وال ايه والانكريز طب الشرح اشرح هو ايه بالقوانين بالمنظر لا طبعي باخر سؤال بقول لك في انفراد ايكسبريمنت هاو كان يو انكريز الايكتر موتيف فورس انديوز اندى كويل باي تو ديفرنت ميثود ازاي كتي تزود يعني وازاي تعرف تشتغل ال ايه التو تزود المجانيك فلاكس دينيسي او ايهم اف بس بطرقتين ايهم اف هي ايقوال ايه نيجاتيف ان دلتا بي ا ا اوفر دلتا تي. والله في كذا حاجة يعني. ممكن ازود هنا عن طريقيا ازود ال number of turns يبقى number one increase number of turns اللي او ان. طب حاجة ثانية ممكن. يجب مجنت قوي يجب مجنت قوي يجب مجنت قوي يجب مجنت قوي أسرع الوقت بتاع الحركة لما احرك الكويل قريب جدا من المجنت معناها هي اقل يجب مجنت قوي يجب مجنت قوي احنا يجب اتنين اتمنى ان تفهمنا النهاردة لو الفيديو عجبك شايرو لزمالك يمكن استفادو وربنا يكرمكم ان شاء الله ويوفقكم السنة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان معكم احمد مبروك اشتركوا في القناة